بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم هذا المخطط البياني لانتشار الأديان حول العالم عبر المائتي أو ثلاثمائة سنة الماضية الحقيقة أحببت اليوم أن أرد بلغة الأرقام وهذه إحصائيات غربية أيها الأحبة ليست إسلامية أن أرد بلغة الأرقام على من يقول إن الإسلام انتشر بحد السيف هذه المقولة اليوم في عام 2021 يكررها الملحدون كل يوم والمشككون والذين يحاربون الإسلام والذين يسعون لتشويه صورة هذا الدين القائم على الرحمة والتسامح يعني أنا إذا أردت أن أختصر هذا الدين بشيئين أقول الرحمة والتسامح أهم سمتين لهذا الدين الحنيف لذلك كل صور القرآن باستثناء براءة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والرحمة ومشتقاتها ذكرت مئات المرات أحبتي في الله انتبهوا معي هذا المخطط الذي رسمه طبعا يعني أنا أخذته من يوتيوب موقع هنا Global Status يعني إحصائيات عالمية موقع محايد يقوم بإحصائيات ومصادر معلوماته طبعا من مواقع عالمية أخرى وأنا تأكدت من هذه الأرقام حقيقة على مواقع عديدة وهي أرقام منطقية في عام 1800 أو 1801 كان عدد سكان العالم بحدود مليار نسم انتبهوا جيدا أيها الأحبة لا يخدعنكم الملحدون عندما يقولون إن الإسلام في انحسار ولا يأتون بأي دليل علمي ثم يقول يقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف من دون دليل علمي ثم يقولون إن الإسلام يكره أتباعه على اعتناق هذا الدين أو يكره الناس على اعتناق الإسلام من دون أن يأتوا بدليل علمي اليوم نحن سنأتي ليس بدليل علمي بل بلغة الأرقام التي لا تقبل لا الشك ولا الجدل واحد زائد واحد وساوي اثنان انظروا أيها الأحبة المليار المليار نسمة أو الألف مليون نسمة لنقول ألف مليون كانت معظم يعني الشعوب لها ديانات شعبية مختلفة تم تصنيفها في الأعلى بحدود بحدود ثلاثمائة وعشرة مليون من يعبد العجل من يعبد البقر يعبد الأصنام يعبد النار يعبد الشمس إلى آخرين وهنا ديانات مختلفة بحدود ثلاثمائة مليون يعني ستمائة مليون يعني أربعين بالمئة كان هناك شرك و عبادة أوثان وغير ذلك واعتقادات فاسدة ثم المسيحية كان عددهم بحدود ميتين واربع أو ميتين وخمسة مليون نسمة يعني عشرين بالمئة تقريبا إذن أنا عندي ستين بالمئة ديانات متنوعة وعشرين بالمئة الديانة المسيحية وهنا تقريبا مئة وثماني مليون يعني عشرة أو إذا عش بالمئة من الهندوس من عشرة إلى إذا عش بالمئة هندوس في الهند انظروا عدد المسلمين كم أيها الأحبة هنا تسعين مليون تقريبا بالنسبة للألف مليون كان المسلمون يشكلون تسعة بالمئة من سكان العالم وهنا البوذيون بحدود تسعة وستين سبعين مليون سبعة بالمئة ثم اليهود تسعة مليون يعني يشكلون تسعة بالألف أقلية طبعا لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار ولا يقبلون أي إنسان في ديانتهم لذلك أعدادهم ضعيفة وقليلة وتنحسر مع الزمن طبعا هنا الملحدون عدد قليل جدا مهم هذا هو توزع الأديان في عام ألف وثمانمئة في عام ألف وثمانمئة أيها الأحبة إلى عام ألفين يعني خلال مئتين سنة انظروا معي أحبتي في الله الإسلام كان يمر في أضعف مراحل تاريخه معروف هذا الغرب كان يخترع الكهرباء والمواصلات القطارات وكذا لديهم بدأت النهضة العلمية في عام ألف وسبعمائة ألف وثمانمئة الثورة الصناعية بدأت الإختراعات بدأت تكنولوجيا كنا نحن كمسلمين عندما كان عددنا تسعين مليون كنا نغرق في يعني مشاكل حروب نقتل طوائف مذاهب تخلف وجهل وكان من نتيجة ذلك أننا نرى العالم الإسلامي اليوم كما نراه عليه ونرى العالم الغربي كما نراه عليه مع العالم أنك قبل هذا التاريخ مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة سنة أو خمسمائة سنة كنت تجد أن العالم الإسلامي هو رقم واحد الأكثر تطورا والأكثر حضارة والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجيا أو الصناعية إذن الآن الإسلام يمر في أسوأ مراحله من حيث الضعف العسكري أو من حيث القوة ومن حيث العلم ومن حيث الصناع وغير ذلك طيب أنا الآن أريد أن أطرح سؤالا هؤلاء المسلمون الذين عددهم تسعين مليون بناء على كلام الملحدين أحبة في الله يجب أن يبدأ الناس بالخروج من هذا الدين لماذا؟ لأنهم أكرهوا على اعتناقه بالقوة ولأنهم أجبروا على الدخول فيه بحد السيف كما يزعمون يعني وهذه فرصة للناس أن تخرج لأنه دين ضعيف حقيقة طبعا الدين ليس ضعيفا ولكن المسلمون ضعفاء دعوني أنا فقط أسير مع الخط البياني هنا أيها الأحبة أنظروا معي عندما تتطور السنوات أنظروا هنا أيها الأحبة ألف وثمانية وأحد عشر ألف وثمانمائة واثنى عشر سنة سنة أنا سأحاول تسريع هذا الشكل فقط هنا مثلا سأنتقل إلى عام ألف وثمانمائة مثلا وخمسين أو أربعة وخمسون انظروا الإسلام كم أصبح بعد خمسين سنة تقريبا أصبح مئة وخمسة عشرين مليون كيف زاد هذا العدد إذا أنتم تقولون الإسلام ينتشر بحد السيف طبعا المسيحية صعدت أصبحت ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون دعوني أتابع معكم أيها الأحبة هذا الشكل البيان الرائع حقيقة انظروا كيف أنا دعوني فقط أسرع لأننا دعوني أستخدم ضعف السرعة انظروا أيها الأحبة انظروا إلى هذا العملاق الإسلام هنا مئة وثمانين مليون عام 1893 صعد درجة للأعلى هنا مئتين مليون تصوروا خلال مئة سنة أصبح مئتين مليون صعد أصبح الدين الثالث خلال مئة سنة مئة وخمسطعش سنة تصوروا أيها الأحبة مئتين وستين مليون مئتين وسبعين ثمانين مئتين وثمانين مئتين وثمانين مليون ثلاثمائة مليون خلال مئة وثلاثين سنة صعد أصبح في المرحلة الثانية هنا أو الثالثة عفوا طبعا هنا ترتيب الأديان هذه تتراجع الأديان الشعبية البوذية المسيحية تتقدم ببطء ولكن الإسلام سريع جدا لذلك يعني عندما نجد أن موقع بيو بيو ريسيرتش مهم جدا مركز أبحاث اسمه بيو ومؤسسة قالب أيضا يقولان إن الإسلام هو الدين الأسرع انتشارا هذا الكلام ليس كلام جرائد أيها اللحظة هذا قائم على دراسات وأرقام انظروا الإسلام كان عام الف وثمانمائة كان تسعين مليون هنا تحت أصبح سبعمائة وسبعين مليون بعد مئة وثمانين سنة الف سعامية وثمانين الحرب بدأت على الإسلام منذ هذا التاريخ تقريبا الثمانينات أو التسعينات بدأ الإعلام الغربي يشن حرب عجيبة في الأفلام في المسلسلات في الإعلام في نشرات الأخبار في الصحف في المجلات في كل شيء يعملون على تشويه الإسلام ولكن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله من الذي يأبى ليس فلان أو فلان أو الملك فلان ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون انظروا أيها الأحبة هنا كيف يتطور هذا الدين أصبح الدين الثاني على مستوى العالم انظروا إلى السرعة الهائلة التي ينتشر بها وبقية الأديان تنحسر ليظهره ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون انظروا انظروا هؤلاء يكرهون طبعا ولكن الله يظهر هذا الدين انظروا أيها الأحبة 2020 أو 2021 الآن تقريبا 2 مليار ويتقدم هذا العملاق الذي هو الإسلام يتقدم في زمن أكثر انتشار للإسلام عندما اشتدت الحرب على الإسلام عندما اجتمع العالم كله على تشويه الإسلام الإسلام ينتشر بشكل سريع جدا وأسرع من الماضي انظروا أيها الأحبة في عام 2000 وتقريبا واربعين سيصبح مليارين ونصف بقية الأديان تنحسر وتنكمش بخاصة اليهودية في عام 2100 الآن سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى على مستوى العالم بل في عام 2074 تقريبا أصبح الإسلام هنا أحبتي في الله أين أصبح الإسلام هنا والله أنا أرى هذه الآية أمامي الآن ليظهره على الدين كله ليظهره يعني جزى الله خيرا من رسم هذا المخطط البياني وأسأل الله أن يهديه للإسلام هذا منصنع أناس غير مسلمين أحبتي في الله أناس حيادين ربما علمانين ربما مديانة ولكن غيرهم مسلمين انظروا بلغة الأرقام فيصبح هذا الدين هو الدين الأكثر أسرع انتشارا على مستوى العالم أحبتي في الله يعني مثلا عام 2100 هو المخطط البياني ينتهي عند عام 2100 سيصبح عدد المسلمين بحدود أربعة مليارات مسلم وهذه الأرقام على فكرة أقل من الواقع أنا أؤكد لكم أن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك لأن هذه الحسابات تمت على أساس معادلات بسيطة لم يأخذوا بعين الاعتبار المفاجآت والأحداث وغير ذلك لذلك أنا أتصور أنه قبل هذا العام سيكون الدين الذي يظهر على العالم كله هو الإسلام طيب بالله عليكم أنا الآن أود أن أتساءل أحبتي في الله أوجه خطابي للملحدين طيب الإسلام الآن أو المسلمون الآن في أشد مراحل الضعف طيب كيف يزداد هذا العدد؟ تفسروا لنا ذلك لو كان الإسلام دين عنف وأرهاب لماذا الناس تقتنع به نحن نعلم في الدول الغربية الديمقراطية ولا ديمقراطية لديهم طبعا المرشح الذي يأخذ النسبة العظمى و 51% تعتبر نسبة عظمى أو أغلبية يفوز ويقولون إننا يجب أن نأتي مع رأي الشارع طيب يا أخي رأي الشارع العالمي اليوم أو خلال هذه المئة سنة أنهم يختاروا الإسلام أنهم يختاروا هو الأغلبية هو يشكل الأغلبية وهذا هذا معنى دقيق أحبتي في الله لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ليهيمن ويظهر معنى ظهر أي انتشر وتوسع على حساب بقية المعتقدات لذلك السؤال الثاني الذي أود أن أطرحه أنتم تقولون إن الإسلام سينحسر والناس يخرجون من دين الله أفواجا كما تقولون طيب هذه الدراسات يعني جاءت من المريخ لأناس يعيشون على المريخ أم أناس هنا على الأرض انظروا إلى أعداد المساجد في الدول الغربية أحبتي فقط انظروا عام 1800 وانظروا الآن إذن هذا الرسم البياني الذي جاءنا من أناس غير مسلمين يشتغلون بلغة الأرقام فقط يؤكد على أن الإسلام هو دين الفطرة الإسلام ليس دين عنف وإلا لم لم ينتشر اليهودية انظروا هنا اليهودية في الأسفل بعد يعني في عام 2100 سيكون عددهم 19 مليون تصوروا هذه الديانة كم هي منغلقة وكم هم وكم هي غير منطقية ولا تتفق مع الفطرة السليمة لذلك ينقرضون الإسلام ينتشر بسرعة هائلة جدا وفي أشد مراحل المسلمين ضعفا لماذا ليقول لك إن الإسلام ينتشر بقوة الكلمة وليس بقوة السيف وليس بالحرب وليس بالإرهاب ببساطة هو دين بسيط يتعامل مع فطرة الإنسان يتعامل مع عاطفة الإنسان دين طهارة دين محبة دين يضمن لي السعادة ماذا أريد أكثر من ذلك يطمئنني أنني في الدنيا سأعيش حياة مطمئنة ويوم ألقى الله سأخذ حقي من كل من ظلمني إذن أرتاح نفسيا سيعوضني الله عن أي مرض أصابني أو أي أذى أصابني أو أي فقر أصابني سأجد عند الله كرما عظيما جدا هذه هي تعاليم الإسلام أيها الأحبة لذلك نجد الناس يدخلون في دين الله يعني تصوروا خلال ألف ومئتين سنة منذ بعثة نبي صلى الله عليه وسلم وحتى عام ألف وثمانمائة يعني ألف ومئتين سنة عدد المسلمين تسعين مليون وخلال ثلاثمائة سنة فقط من ألف وثمانمائة إلى ألفين ومئة سيكون عددهم أربع مليارات إذن الإسلام كلما حورب أكثر انتشر أكثر هذه القاعدة للأسف لا يعلمونها ينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يعني هم ينفقون الأموال بقصد تشويه الإسلام ولكن الناس تدخل في الإسلام أفواجا لا سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني أن يزيدنا ثقة وتسليما لله عز وجل والله مثل هذه المعجزات تزيدني إيمانا تزيدني تمسكا وحبا لهذا الدين الحنيف وأكرر هذه الآية أختم بها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوائهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أنا صححت الآية الآن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق